السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ بالهنا معمونة هقدم لكم النهاردة بقى تشكيلة كده من السناكس والمقرمشات يعني حاجة خطيرة ولزيزة وسهلة جدا شايفين بقى الحاجات يعني خطيرة مقرمشة قوي يعني ما شاء الله يعني تجنب طبعا الاشكال عملنا بسبع اشكال مختلفة والنكهات برضو معانا اكتر من نكهة مختلفة وده شكل بقى الفلونكة او الفراشة يعني شكل جميل جدا تجنن وده البلزة دور عاجينة سهلة جدا وجميلة جدا يلا بقى معايا نشوف المقادير وطريقة التحضير هنا بقى معايا المكونات بتاعتي معايا كوباية الا ربع من اللبن كوباية الا ربع من اللبن نفس حجم الكوباية هي اللي انا ايسى بيها كل حاجة وكوباية الا ربع من المياه شايفين بصو انا لو تلاحظوا هحط صباعي كده عشان تعرفوا المسافة اللي ما بين حرف الكوباية واخر المياه كوباية الا ربع من اللبن وكوباية الا ربع من المياه وكوباية الا ربع من الزيت النباتي تمام كده هنا بقى معايا متين وخمسين جرام من الزبدة المارجرين معايا هنا بقى الثلاث قطع دول جبنة نستون تقدر انك انت تستبدليهم بالجبنة الكيري براحتك خالص المتوفرة عندك هنا معايا معلقة بقى من الهريسة اللي هي الحرة معايا معلقة كبيرة برضو من المستردى ومعايا معلقة صغيرة من توابل اللحمة او الفراخ او بقى اي توابل عندك شوارمة هامبورجر نوع التوابل اللي كنك هيت كويسة معايا بقى نص معلقة صغيرة من الملح ما ننساش ان احنا معنا حاجات كتير فيها ملح ونص معلقة من البيكينبودر هنا بقى معايا اضي اي بتاعي بنفس كباية اللي انا معايا بيه اللبن والزيت معايا بيها خمس كبايات وهناخد تاني بس دول خمسة ممسوحية هحط الاول المرحلة الاولى حط الزبدة ومعايا قطع الجبنة والزيت طبعا وهقلبهم بقى كويس قويلا اول هضرب الزبدة كده ضربتين وبعد كده هنزل بقى الزيت وقلبهم كلهم مع بعض في نفس الشكل كده ما بيحتاجوش بقى ولا ولا مضرب سلك ولا مضرب كهرباء ده على ايدنا كده على طول حطيت هنا الهريزة وحطيت بقى التوابل وحطيت الملح وحطيت المضطردة و بس خليت البيكينبودر بس الوحيد الا على الدقيقة نزلت هنا بقى اللبن وهنزل برضو المياه وهدوب الخليط اللي معايا كويس قوي هنزل الدقيق بالتدريق طبعا دايما بقول في نوعية من الدقيق بتشرب السوائل بسرعة وفي نوعية ما بتشربش لو النوعية اللي معانا بتشرب السوائل هتحتاجي خمس كبايات بس مش هتزودي طيب لو النوعية اللي معانا بتشرب سوائل اكتر من كده هتقدر انك انت تزودي الدقيق وانا برضو هوريك الخليط بنزل كمية الدقيق بالتدريق لما بشوف العجينة لسه طرية معايا شوية بنزل الدقيق انا هحتاج تاني يعني على الكمية دي حوالي نص كباية بالزبط تاني من الدقيق انا هنا جبت كباية اللي ربع هاخد منها بس نصها وهسيب الربع الاخير وبضيف زي ما حضراتكم شايفين بالتدريق علشان العجينة لو نشفت منك مش هتقرمش هتقوحشة جدا كده العجينة بصوا بقا عاملة زي بدأت تلم معايا مش مبصمة خالص في الايد وجميلة جدا كده بقا هبدأ ان انا اقوّر العجينة بتاعتي واحطها في الطباق عشان ادخلها للتلاج يهميني قوي ان كنت اتبراد العجينة قبل ما تفرديها قسمتها الاربع اجزاء اللي حبيبها على تلاتة بس براحتك غالص النكهة الاولى بقا انا حط لها هاريسة حرة وبابريكا هحط لها هاريسة حرة يعني الهاريسة اللي هي الحرية والبابريكا تقدر انك انت شطة او معلقة من معجون الطماطم ومعها شطة دي هتبقى حرة شوية هقلب بقا بالشكل ده لو احتاجت مني هحط شوية تاني برضو من البابريكا زي ما حضراتكم شايفين وادوب بقا كويس اول لهاريسة في قلب العجينة احسها كلها كده مندمجة مع بعضها هنا بقا هرش رشة خفيفة جدا يعني ممكن معلقة كبيرة بس نزلتها بالتدريج عشان ألم بها بس العجينة ومتبقى شطرية مني زيادة عن اللازم كده خلاص العجينة لمت معايا هحطها برضو في الطبق هاخد العجينة اللي بعدها هنا دي انا هعملها بالزعتر العادي خالص بتاع البيتزا عايزة تحطي رجانو عايزة تحطي بقا توابل هامبورجر عايزة تحطي بصل وتوم بودر براحتك خالص النكهة طبعا اللي انتي بتفضليها بتحطيها كده ده اللي هو اللي احنا حطنا لها بقا الزعتر كده خلاص هناخد بقا القطع اللي هالأخيرة بقا اللي احنا هنعملها بالتشكيل والتاني هنسيبها سادة بالكركم بالكركم لو انتي ما بتفضليش نكهة الكركم حطي لون أصفر براحتك خالص حابة انك انتي تعمليها بالجبنة بالجبنة اللي هي الشيدر الصفرة براحتك برضو بتبشر شوي على النام بتفرميهم في محضرة الطعام وبعد كده بتضفيهم للعجينة بتبقى جميلة جدا برضو طبعا نوع النكهة او الطعم ده بيرجع لكم انتو برضو انا بعيد تاني واللي حبيبها سادة براحتكم هدخلها بقا التلاجة نص ساعة و هتطلحها حسب ما انا ما هحتاج منها هنا طلعت اول طبق هاخد نص العجينة البيضة السادة وهدخلها تاني التلاجة هفرد العجينة النص قطعة دي على الورق الورق اللي انت بتفردي عليه هو اللي بيدخل الفرن ويتسوى فيه لان العجينة مش سهلة انك انت تشيليها من على الورق وتحطيها على حاجة تاني طبعا رشية رشة خفيفة جدا جدا من الدقيق من تحت ورشة خفيفة جدا برضو من فوق علشان ما تلزقش مني طبعا هي العجينة بقاكد تاني العجينة بتكون معاك بتحسيها طارية انما لما بتدخل التلاجة بتبقى متماسكة شوية شايفين السمك بتاحها هورهولكم يعني برضو هي متقطعة السمك بتاحها رؤيق جدا لو لو تخنت عن كده هتطلع معاك القطعة عالية قوي احنا مش عايزينها اعلى من كده واضحة قوي في الفيديو هنا بقا كل تلاتة سنتي هروح جاي معلميهم بالشكل ده واخدهم خط كده من الجنب وهقطحها كلها بنفس الشكل كده ده الشكل الاول اللي هو شكل الفلونجا بتيجي بقا من النص بتتهني ايدك دقيق لو ايدك يعني ما تدمني انها بس ناشفة لو ايدك بتلزق في العجينة هتحطيها في الدقيق كده واتعدي على القطع كلها بنفس الشكل من النص بالضبط وتضغطيها هتديجي شكل الفلونجا او الفراشات كده شايفين بقى شكل العجينة شايفين السمك مش عايزينها اعلى من كده دي انا هقطحها كده بس وهلفها اللي هو القطع اللي كانت على الحروف هقطحها ولفها كده واسيبها بزي ما هي كده خلاص انا خلصتها حطها بقى على الصينية له هتدخل الفرن محضر البيت معايا هنا البيت تقدر انك انت تحطي له معلقة من معجون الطماطم او البابريكا او اي نكهة انت بتحبيها عشان تطعاميه وسنة ملح بسيطة وبعد كده بتحطي بقى حبة البركة والسمسم الفرن بتحضر على درجة هرارة 160 هتقعد في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة هناخد بقى القطعة التانية وهتكون قطعة صفر انا برضو اخدت نص القطعة التشكيل والتقطيع دوت بيرجع لكم ورخبتكم لو حابة تخليها مربعات او مستطيلات برحتك غالص في حاجات هنا بتقدر انك انت تستبدليها لو ببتحبيش النكهة المستردة تقدر تستبدليها بسالسة الطماطم اللي هي بتاعة البتزا بس بتكون تقيلة شوية او معبون الطماطم المركز هنا بقى دي انا هقطعها بالشكل ده وبعد كده هقطعها بمربعات يعني بشكل مربع وبعد كده كل مربع هاخده بالزاوية يعني مسلسات 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 بالشكل ده هواصل بقى تقطيع العجينة كلها بنفس الشكل كده وهدهنها بالبيض واهدخلها الفرن على درجة حرارة 160 والفرن بيشتغل من تحت ما بيشتغلش من فوق جيت بالخلة بدهر الخلة من تحت كده وديتها بس يعني زي نقط كده خفيفة وهنا ده البيض انا حطله معلقة من معجون الطماطم معلقة صغيرة عشان بس تجيني اللون اللي هو الاحمر فيها من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حرارة 160 هناخد بقى القطعتين دوله اللي هم اخر قطعتين من اللون ده واللون ده طبعا كل مرة بأكد لازم تخلي العجينة في التلاجة ماينفعش ان انت تسبيها بره التلاجة هتسيح منك لان فيها زبدة هفرد العجينة دي على اكبر مستوى اهم حاجة يكون السمك اللي احنا قولنا عليه ما ترققيش زيادة عن اللازم وما تتخنيهاش زيادة عن اللازم بعد مفردت اللي هي العجينة البورتقاني اللي في الاول بعد كده هفرد العجينة البيضة لان الاتنين دول هيبقوا فوق بعض هنا دي طبعا معلقة كبيرة من المستردة وبارجع بقول المستردة بترجع لكم ورهبتكم لو عايزين تبدروها بمعجون الطماطم او بسلسة الطماطم براحتكم هنا معي الزتون اسمر تمام هدهن بيه بقى الوش بالشكل ده الزتون مفروم تقدر تجيبي الزتون العادي وتفروميه اخضر او اصفر تحطيه في محضرة التعمع شوية زيت بس تلاقي تفرمه بقى ناعم خالص هنا حطيت الجبنة الجبنة بقى برمجان جبنة اي نوع عندك اللي هو البشر الجبنة بس ما يفضلش ان احنا نحط المزرلة لان المزرلة المعه الفطاري زي كده هتطلع معاك يناشفة زيادة عن اللازم تقدر يجبنا شيدر بيضة جبنة شيدر اللي هي الصفرة على راحتك خالص هنا قصيت الحروف وهسيبها وبرده هشغل الحروف مش هشيلها خالص شايفين بقى انا شكلتها ازاي؟ شروية طويلة كده بالشكل ده بعد اما قطعتها بلف الاتجاه ده والاتجاه التاني بيكون عكس لو ألف داي مين والتاني باخده شمال زي ما حضراتكم شايفين واحد يمين والتاني شمال لفتين بالزبط وبانزلها ولفتين بالزبط وبانزلها طبعا هدهنها برضو بالبيض وهدخلها برضو على الفرن زي ما اتفقنا درجة الحرارة والفرن بيكون من النص لو حسيتيها انها حمرت من فوق بس لسه طرية من تحت نزليها على الشبكة من تحت وبعدين حطي الدور اللي من بعده خليه من فوقيها يعني اهم حاجة تخرجيها من الفرن تحسيها شوية مقرمشة ما بتكونش طرية هنا حطيت بقى الزتون على طول ما حطيتش ولا مصطردة ولا اي حاجة ودي انا هلفها كده زي السيجار لفة واحدة بس ما بقطرش شايفين اللفة يعني رفاية قوي يا دوبانك الحرف ده يروح على الحرف ده وبعدين قطعت اهم حاجة الحرفين يروح البعد وبعد كده بقطع هلف برضو وهواصل اللف بنفس الطريقة برضو دي انا هدهنها بالبيض السادة البيض اللي كان عليه ملح بس مش البيض اللي عليه الطماطم هكمل بقى التقطيع كله وهسويها برضو في الفرن بنفس الطريقة هنا معي القطع العادية وتقدر بغطى برطمان كبير يعني غطى جيركن غطى ازازة كبير معلش وتقطعي بيه بالشكل ده او بالقطع اهم حاجة يديجي الشكل الصغير انما لو قطعتيه بالقطع اللي هي بتاعة غطى ازازة البيبس هيبقى صغيرة اوه هنا بحطيت الزتون الاخضر وهواصل الترتيب بنفس الشكل كده كلها طبعا بدهن جزء بالبيض وبعد كده بحط الزتون عشان يلزق فيها من ربع ساعة لتلت ساعة بأكد بتكون استوت هنا بقى ده جزء من العجينة تاني اخدته برضو فردته بنفس الطريقة وقطعته وحطيت عليه المستردة ومعلاقة المستردة قلنا حسب الرغبة والزتون مش عايزة زتون في المرحلة دي بالزات القطع دي عايزة تعملها زي البيت زي كده صصطة ماطم وبعدين تحط الجبنة من فوق برحتك بقى دي كلها حاجات بترجع ليكم والرغباتكم بس بصراحة دي جميلة جدا انا بصراحة بدي منها اولادي للمدرسة يعني جتيس صبح ليهم بتبقى جميلة جدا بصراحة اولادي يعني بيحبوها هنا بقى ده الشكل الاخير طبعا هعمله لكم بوائي العجينة اللي تبقت مني من هنا ومن الصفرة ومن الحمرة اتعطاها كلها بشكل الوردة ده ده كان اخر شكل معايا في النهار ده شايفين شكلها بدهن شوية بالبيض علشان البيض ما ينشفش من عليها وبعد كده بحط حبة البركة او السمسم اللي انتي حبة تحطيه حبة تخليها سيدة خالص براحتك برضه هكملها كلها طبعا وهدخلها الفرن على درجة حرارة 160 والشبكة في نص الفرن والفرن بيشتغل من تحت ما بيشتغلش مفوق ده طبعا شكل السجار اللي احنا عملنا له هو الأصفر وكان فيه شكل الهول ملفوف التاني وده الشكل الهول مثلسات كلها اشكال جميلة جدا بجد يعني وخطيرة وده شكل الوردة ومقرمشة وجميلة جدا شايفين جميلة وده شكل الهول في لونكات جميل برضو وطعمها خطير اهم حاجة الملح يكون مزبوط معاك في العجينة وبتدوق العجينة لو العجينة شوية نقصة ملح لازم تزبط الملح بتاح تمام؟ بالنسبة للعجينة بعد ما بتتعجن لازم ان احنا ندخلها التلاجة وتفضل في التلاجة نص ساعة زي عجينة السابلي بالزبط لازم تشتغلي فيها وهي بردة بتقطع العجينة وبواء العجينة اللي بتفيد منك بتدخليها تاني للتلاجة عشان تضمن انها بردت بتكوريها وبعد كده بتشغليها تاني النكهة اللي انت بتفضليها بتحطيها مش حبة حبة البركة ومش حبة السمسم برحتك خلاص خليهم سادر مش حبة الكوركم ومش حبة الهريسة اللي احنا حطناها برضو على راحتك النكهة دي بترجع لنا والرغبتنا وبرضو الطعم والتزيين ده كلها حاجات بترجع لنا والرغبتنا درجة الحرارة بتكون على 160 والشبكة في نص الفرن والفرن بيشتغل من تحت ما بيشتغلش من فوق في حالة ان المقرمشات بتاعتنا تستوي من فوق وتحمر من فوق ما تستويش من تحت وتروحي منزليها ومبدلة صاغة من تحت وتحط الدور الجديد من فوق باهم حاجة تطلعيها من الفرن وهي يعني نشفة باش نشفة على الاخر ما تستوريش فيها انها تتحرق في الفرن خليها يعني نشفع حمرة مستوية كويس اهم المعلومة هقولها لكم ان واحنا بنعجن العجينة لازم ندوق العجينة طعمها ايه الملح فيها خفيف الملح فيها تقيل ايه ايه اخبار الملح معاك لازم تزبطيه وانتي في المرحلة دي في ناس بتحب الملح زيادة وفي ناس بتحبه ليل دي بيرجع ليكم والرغبتكم في المرحلة دي انت بتقدر انك انت تزبطيه بعتزر جدا 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 على طول الفيديو بس والله ما قدرتش ان انا احزف منه اكتر من جدا دي طريق النهاردة في التقديم يا رب بتكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من النحال